موسيقى السلام عليكم كديرين لا بس عليكم كنسمنا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اليوم مع فيديو جديد وصفة جديدة كما تشوفوا سنحضر معكم واحد الكيك او طرطة كما بغيتو كيك ديال العيد ميلاد اللي كي يجي غزال وسهل في التحضير كما كنتشوفوا درتو بالصورة كيتقدروا تديروا اي صورة شخصية ديال الوليداتكم او الصورة اللي تتعجبهم بحلاكة كي يجي رائع رائع وسهل في التحضير كنتمنى تتابعوا معي الفيديو حتى الاخير خليكم مع الفيديو نسبة المقادلة سنحتاج الكيك ديالنا اول حاجة عندي الكريمة عندي اترو ديال الكريمة يعني درت تقريبا كتر من نصف ديالو عندي الفيرميسين شوكولة عندي شوكولة غالا يعني درت تقريبا 20 قطعة 19-23 قطعة عندي دانون ياغورت وكذلك عندي بالنسبة للفراز وعندي الكيوي بالنسبة للجنواز كما كنتشوفوا عندي خدمتها قبل وغاتي نحط عليكم ان شاء الله بشوفوا الطريقين خدمتها معاكم داب اختيت الكريمة وضفت 3 قريبا ثلاثة المعالقة ديال السكر سانيدة يبقى اختياري لعندكم الكريمة حلوة مع المكتفوش لها السكر اولا كذن السوسة بالنسبة للسكر ثلاثة المعالقة الربعة ركافيين سوف نضع المعالقة سوف نضع الكريمة سوف نضع الكريمة جيدة وفي نفس الوقت نضع الشوكولات الدوبلية في باماغي سوف نضع الكريمة كما ترى بالنسبة للجينة حضرتها من قبل يعني ضروري لا تحضرها قبل ومعناها في الصبح وعندما تبرد ضروري أولا في الليل وعندما تحضرها وما خدرتها وليساعدتها سوف نضيف جينواز سوف نضيف جينواز سوف نضيف جيدة سوف نضيف جينواز سوف نضيف جينواز سوف نضيف جينواز امراه نضيف جينود سيدي كل ما مثيرة وانسما لفن سوف نضيف جينواز سوف نضيف الجينواز لانسيات سوف اتxyون نضيف الطبقة الأولى نضيف الطبقة الأولى نضيف الطبقة وكي بقى لكم نختيار يعني لما بيتو جديروك على الشوكولة ما تديروش ولكن تعطيه واحد طعم زوين صراحة ومختلف خصوصا انا قدي ندير الفرز يعني ياكم عارفين الشوكولة والفرز كي تواتوا صافي دبا قدي ناخد البوش ديالي وقدي نعمر فيه الكريمة يعني باش كي تسهلوا عليكم شويا خدمة يعني لو جيتوا تحطوا الكريمة هكاك ديريكت تتخسر لكم الشوكولة وتتخسر لكم الكيك ديالكم ما كيبقاش المنظر ديال عزوي قدي نحاول نوزع الكريمة ديالي بالبوش كيكون احسن كيف ما كتشوفو على هاتشكل هادا بالنسبة الكريمة طلعوها مزيان يعني ما تكونش خفيفة وجارية يعني خصوص تكون موقفة باش ميتمحنكو مش ملي تكونوا الدريسة وفي او تزينوا في في الكيك ديالكم صافي على هاتشكل هادا وبالنسبة الوسط غد نكمل بلا بوش يعني مكيبقاش عندي مشكين كنقدر لنا تحكم فيه ونكمل هتمنى تكون طريقة واضحة لكم يعني دلت لكم اسهل طريقة ديال الكيك باش تفرحوا ليداتكم وكي ما شفتورها الطريقة سهلة وبسيطة في هذه المرحلة هادي غد ندر الفرز بالنسبة للفرز كيبقى اختياري ما بيتوش ديروه ما ديروش كتكتافوغة بطبقة ديال شوكولة ديال الكريمة بالنسبة لي انا بيت ندير الفرز لحقاش كي تبقيتها مع الشوكولة كي يجي غزال تعطي واحد المعضاق اللي غزال سوف نكمل على هات طريقة هاتي حتى ندير الفرز الكمية اللي بغيت انا سوف يومن بعد غادي نسقي الجنواز الثانية اللي عندي وغادي نسقي على الجهة الثانية وغادي نحطها الفوق منه وغا نضغط شوية ضروري باش تلاسق لياديك الطبقة ديال الجنواز والفخاز والكريمة بالنسبة لهات المرحلة هادي غادي نحاول ندخل الفرز في الكريمة باش ميبقاش لكم الفرز الفوق انتو بغا تشوفوا الطريقة كيفاش غنخدمها معاكم نتمنى تكون واضحة لكم كل شيء ان شاء الله غادي نشارك معاكم بزاف تلاكاك وبزاف تورتات ان شاء الله يا ربي كما شفتوا غادي نحاول ندخل دك لالفرز في الكريمة ما امكن باش ميبقاش لياه فوق ومن نحط جنواز ديالي يعني تشبلية كيفما كتشوفو من بعد ما سقيت الجنواز تانية ديالي غادي نحاول نضغط شوية باش تلصق لي مع الكريمة يعني شوية باش تشد بلاسة في هذه مرحلة هادي غادي نكمل دريسة ديال التورتة ديالنا او للحلوة ديالنا غادي نحاول ندير الكريمة كاملة في الحلوة كلها هي ونسرحها لجميع الجوانب كما غا تشوفوا معايا بالنسبة للفوق يعني را ما غاديش نكتر الكريمة على قبل الصورة ديالنا كيفما كتشوفو من بعد ما غلفت الكيك ديالنا كلها وابا الكريمة على تشكل هذا اه خديت هات الصورة هادي قبل بنت اختي عيد ميلاد ديالها اه من هنا تنقول لها ساني سعيدة اماني حبيبا ديالي اه وبالنسبة لكم انتوما كتقدروا تديروا اي صورة بغيتوا لوليداتكم اه الصورة الشخصية ديالهم اللي بغيتوا قدير خطع الجوانب وغادي نحاول نحطه في البلاسة ديالنا كيفما شوفوا له هات الشكل هادا موسيقى موسيقى باستخدام الجوانب سوف نطلب فيهم الشوكولة حبيبا شوكولة يبقى اختياري تطلب الرقائق اللوز محمرين ضروري تتحمروهم او لتطلب اللوز كونكاسي مهرمش او لكوكو يبقى ذاك الشيء اختياري او لا تقدروا تطلبوا الدسر من جناب او لشوكولة يعني تقدروا تقدوها و تديروا من جوانب كيف قد اكشي اختيار ولا تخلو غير الكريم ادينو تخلو الكريم انا فضلت فضلت ندير هاد الحوبيبز معارفي الوليدة سيبغو شوكولة غدي نكمل على هات شكل هذا ناخد صورة ديالي كما كتشوفوك نحاول نضغط عليها شوية باش تتبت ليه في البلاسة دياله يعني متخفو موالو من هات الصورة الوقيت اللي تتبت طعو الكيك ديالكم معليكم غير تزولوها صافي بالنسبة الكريمة ما تكتروش كريمة من الفوق يعني غير خفيفة ديال الكريمة على هات شكل هادا اللي دلرتو صافيتا نحاول نتبتها من جوانب باش تدير البلاسة ديالها كما قلت لكم تقدروا تديروا الصورة على حساب الكيك ديالكم انا بغيت نديرها على هاد القبض هادا باش تبال ليه اكتر صافي شوفو من بعد ما تبت صورة ديالنا خديت الكريمة اللي بقعت لي يا البنات وزتها شوية ديال المولوين الازرق ديال الشوكولة ضروري ما تديروا مولوين ديال الشوكولة خاص بالشوكولة صافي وغادي نحاول ندير وريضات كتديروا الوريدات على شكل اللي بيتونتو ما على حسب الضغط ديالكم وكيف ما شفتوا راني ضوات الوريدات على الجوانب كاملهم يعني شي يعني طريقة ساهل صافي من بعد ما كملت الوريدات ديالي غادي نحاول ندير شي حاجة ديال الدسر خديت الفرز وخديت الكيوي كتقدروا تكتافوا وتديروا غير الكريمة كذلك في نفس البلاثة وتزينوها بالشوكولة اللي بيتونتو ما أنا زينتها بالدسر ديالنا كما كتشوفوا هذا وشك النهائي ديال الحلوة ديالنا كتجي على هات شكل هذا كتجي صراحة رائعة لفشكل دياله وكذلك في المعضاق ديالك كنتمنى إن شاء الله تجربوها وإلى جربتوها ما تنسونيش في الكومونتر كان الناس لأول مرة كيدخلوك يشوفوا القناة ديالي كنتمنى تتابنوا فيها والديروجين تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي إن شاء الله والناس القدام اللي في القناة ديالي كنشكركم بزاف بزاف وبسلام عليكم إلى فيديو جاي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة